اشتركوا في القناة طبعا في منزلة المؤخر وهي منزل الى الربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرب ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و19 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء اللي هو موعد مثل حلقة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزل الى العلاج والربح والسلام والصلاح بما ان القمر موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزغوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرضى والشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بغسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وحياة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير وصلنا للزوايا الفلكي بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهي تأثيراتها طبعا لغاية اليوم 25 واحد هي اخر يوم لتأثيراتها ذروتها طبعا كانت يوم 22 واحد بسبب هاي زاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة الى غير رجعة برضو بهاي الفترة بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ايضا من الزوايا البطيئة زاوية التزديس ايجابية اللي بين الشمس وبين المشتري طبعا ذروتها هاي مستمرة يعني تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 29 واحد حد اليوم ذروتها الساعة وحدة و30 دقيقة صباحا اي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي ارادتنا وبتمنحنا ثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف هذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وامكاني انه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن ان نحقق في حياتنا المهنية والمادية بعض النجاح وبرضو بتربطنا علاقات مهمة ونافعة عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي ذروتها الساعة 7 و42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها طيلة النهار بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها الساعة 4 و11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش هي الزاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ ساعة 4 و11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و47 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراشة ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر رح ينتقل لبرج الحمل الساعة 6 و47 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من ساعة المساء بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية أو منبادر بمشروع ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في حي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن جراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا خلال هذا اليوم الأكثر حساسية عندنا القدمان وأصابع القدم والغد النخامية والغد الصنوبارية ولهرمون الأندروفين وهرمون الميتالونين هذول الهرمونين اللي واحد منهم للآلام واحد منهم للنوم بصير فيهم مشاكل طبعا من ساعات المساء بتصير العضاء الأكثر حساسية اللي هي الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرائين والدم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلوة المسار أكيد لا يصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 27 واحد في تمام الساعة 9 مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و41 دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 4 أيام في تمام الساعة 7 و17 دقيقة صباحاً بصير عمره 5 أيام نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 سعيد بنسبة 60% الآن في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 70% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل ليوم 27 واحد والآن منتحس بنسبة 10% في ساعة الفجر بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات المساء بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي واللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية بدو يتوجه لفحص أو لعلاج خدوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر اليوم ممكن تحضروا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف مائلها أي أساس أما في ساعات المساء تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بدكوا تحذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور ابتنشطوا اجتماعيا وتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة أما في ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر راح يصير في بيت المتاعب حذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنها ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين تحظى بالشعبية أو بشعبية جيدة وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة ممكن تحقق نجاح شخصي أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء وتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية حذروا من الاندفاع أو التهور خلال هذا اليوم برج السرطان كونوا أكثر صبراً ووعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعر اليوم بقوة العاطفة عندك أحلام أو رغبة إما بالسفر أو التعامل مع الأجانب أو أوراق ومعاملات القيام بمشاريع كبيرة برضو هاي إلها نصيب عندك في ساعات المساء هنا التركيز بظل ما بين نشاطك بالاتصالات والسفر لبعيد ولكن بدكوا تحافظوا على مصالحكم الاجتماعية وبرضو ممكن شوي هيك تفكر في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمسؤولون عنكم أهم شي بدون مجازفات ومغامرات برج الأسد ابتنشغلوا في عادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراك أو تعويض ولكن من جهة أخرى تم يعني في نفقات متصاعدة يزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية أما في ساعات المساء ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات أهمش أنه ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في العمل برج العذراء ابتتركز جهودكم نحو تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة ويعتبر هذا يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقاتك الزوجية أو العائلية يعني أو مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق أما في ساعات المساء بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة والمنزل أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بيتراكم العمل لديكم عشان هيك بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية خلال هذا اليوم في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكن تنتبهوا لأن طاختكم بتكون ضعيفة انتبهوا من العصبية وردات الفعل أو النقاشات الحادة وبرضو إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا طبيبكم برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية بوسعكم اليوم انكو تهتموا شوي بمظهركم أو ترفيه أو أمور إلها علاقة بالجماليات فترة فيها حظ وبتقوى علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة حاولوا انكو تنتبهوا لصحتكم برضو أما في ساعات المساء بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعليقوا الحذر برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة أما في ساعات المساء بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ولكن حاول انك ما تفتع الخلاف في المنزل أو مع العائلة أو مع أحد أفراد العائلة لأن مزاجك حاد ومتقلب برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم وحاولوا أنك تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون منتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط أما في ساعة المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أحاولوا أنك تضبطوا عصابكم لأنه شوي مزاجك عدواني وهذا شيء ممكن شوي هيك يسبب لكم خلاف أو سوء تفاهم كما أنه عليك الحذر أثناء التنقلات والسفريات وقيادة السيارة برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة رح يكون اليوم في نوع من أنواعي السهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح اللي ممكن تيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدية أي شيء ممكن يجيك منه مكاسب أما في ساعة المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنه يعاني البعض من بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو مع الزوج والأسباب بتعود للأمور المالية وكما أنه عليك أنك تتجنب التفذير برج الحود ثقتكم بأنفسكم كبيرة وأنت اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء السكينة والطمأنينة على المستوى النفسي أما في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم لكن بيكون مزاجكم سيء وبتكون قليلين الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر